في البداية شكراً للمجلة 24 على دعوة المهم اليوم كان عندنا موعيد مع دورة استثنائية كانت نقطة أساسية في جدول الأعمال هي النقطة التي تتعلق بالميزانية ونقطة أخرى تتعلق بالتصويت على منتدابين الجماعة في واحد العدد المؤسسات بالنسبة لها النقطة التي تتعلق بالمنتدابين اعتبرناها حلقة من واحد المسلسل واحد المسلسل اللي بدأ بالنسبة لنا في الموضوع اللي كان يتعلق بالتصويت على الليجان الليجان ورؤساء الليجان بالنسبة لنا الطريقة اللي تمتدبير بهذا الموضوع الطريقة اللي زاغت على ما هو موضوعي علاش لأنك نطرح نحن واحد المقترح دي الاتفاق أولا قبل من ندول عملية دي التصويت نتفقوا أولا عن المعايير نتفقوا على قواعد شنال القواعد اللي غن توفقوا حولها من أجل أننا نصوتوا بكل أريحية يعني على الإخوان وعن الأخوات اللي غن يكونوا رؤساء دي الليجان للأسف لم يتم تجاوب مع هاد المسألة هذي وبلنا بأن الطريقة اللي تمتدبير بهذا الموضوع للأسف بأنها طريقة كالتعامل كالتعامل مع الموضوع دي الليجان والموضوع دي المسئوليات بشكل عام الموضوع دي المسئوليات كالتعامل معها بحالشي غانيمة بحالشي غانيمة ومشي يعني تعامل آخر اعتبرنا يعني من خلال هاد شي بأننا رح الحد الأدنى في الحقيقة فهذه العملية في الطريقة بجدبر بهذا الموضوع رح الحد الأدنى اللي ينفرود أنه يتوفر من أجل تدبير دي الشأن المحلي رح غير متوفر غير متوفر وفي هذه العملية رح تلوفاء بالالتزامات القانونية لم يتم الجانب مثلاً يتعلق بالمناصفة بالنسبة الرؤساء الليجان يعني نفرود تكون فيه المناصفة كانوا عندنا ترشيحات نسائية ولكن في المقابل الأمور مشات في اتجاه آخر اليوم فهذا الموضوع بالضبط دي الانتداب دي الممتلين دي الجماعة ولا دي المجلس الجماعي في واحد العدد دي المؤسسة وليأنه بالنسبة لنا سوف يدبروا بنفس الطريقة وبنفس المنطق وحنا رفضين هذا المنطق هذا فاحنا عبرنا على موقف من البداية اللي هو الموقف ديال أننا لن نشارك في هذه العملية لا ترشيحاً ولا تسويساً وهذه الموقف اللي عبرنا عليه هو اللي مرسناه بالنسبة للموضوع يعني الثاني اللي هو موضوع أساسي هذي اليوم دي المناقشة دي الميزانية كانت عندنا واحد العدد دي الملاحظات على واحد العدد دي النقاط الملاحظة اللي أولا هي أنه يعني الميزانية كيف معروف الميزانية دي الجماعة ستاتي ميزانية لمواردها يعني ضعيفة مواردها ضعيفة وهذيكا طرحنا أمام واحد المسؤولية مسؤولية العمل بشكل جدي من أجل الرفع من مستوى الموارد دي الجماعة وطرحنا واحد العدد دي المقصرحات وواحد العدد دي الأوراش اللي بفروض أنها تفتح واللي هي في تقدارنا كافيلة بأنها تمكن الجماعة دي السطس من أنها ترفع من القدر دي المواردها باش تقدر تقوم بمسؤولية في الموضوع دي التنمية المحلية من الأوراش اللي طرحنا هو الجانب دي الممتلكات أولاً الجماعية وهذا أوراش كانت تفتح يعني في تجربة السابقة ولكن بالنسبة لنا ما زال خصو يبقى نفتح الجانب الثاني هو الجانب دي الاحتلال لملك العمومي خاص المقاومة دي الاحتلال لملك العمومي وخاص يعني التدبير القانوني لهذا العملية اللي بغي يحتل يعني الملك العمومي كان قوانين اللي ضابط لهذا العملية تحتارب القوانين وهذا الشخص يكون يشريع الجامع وميكونش فيه الستناء ميكونش فقط هاتشي كيتطبق مثلاً على الباع الجائلين على باع الصغار على التجار الصغار إلى آخرين بالمفروض أنه ميكونش فيه الستناء وميكونش فيه تمييز ما بين التجار ما بين المواطنين وبين المواطنات لأننا سجلنا يعني سابقاً بأن هذه العملية كانت تدرت والحملة اللي كانت تدرت في تجربة السابقة وعبرنا على هذا الوقت بأن حملة ما كملاتش ما كملاتش وهذا كيطرح إشكال يعني دي المصداقية دي النفاذ دي هديك العملية وباش الناس يقدروا فعلاً لأنه ممكن تستغلوا بشكل غير قانوني إذن هذي خص فيها يعني قرارات أولاً واضحة جرئة وخص لمؤسسات المفروض أن تحمل المسؤوليتها اللي هي السلطة والأمن خصت تحمل المسؤوليتها يعني في تحرير يعني هاد المحطات يعني دي الوقوف السيارات والدراجات تحريرها يعني من الوضعية الغير القانونية اللي هي فيها كذلك بالنسبة لنا كين جوانب أخرتها هي لابد أنه يتم التأثير فيها لأنه باش نطلعوا المالية دي الجماعة بمعنى خصص استثمارات يعني في المدينة المدينة خستكون عندها واحدة جاذبية خستكون عندها قدرة التنافس توربياً وهات شي كي قسادي يعني توفر واحد العدد دي المرافق مرافق دي الحياة مرافق ثقافية مرافق فنية كل مرافق اللي ممكن نحتاج للإنسان من أجل أنه يستقر في مدينة مفروض أنه توفر يعني داخل مدينة استثمار من أجل أنه تكون عندها هات الجاذبية هذي لأنه كيف معروف بأنه واحد عدد كبير دي الأوتو دي المدينة كيشتغلوا فيها ولكن في المقابل في العشية كيزطنوا بياتهم كيمشوا للداربيدة كيمشوا لمدينة أخرى لماذا؟ لأنه بالنسبة لهم المرافق اللي عنده علاقة بتمثل ديالهم الحياة وبتصورهم الحياة فالعلاقة بأبناءهم غير متوفرة في مدينة استثمار إذاً هذا هو جانب المفروض الاستثمار فيه وممكن اللي يكون عنده أثار على الحياة دي المواطنة في المدينة وكذلك غاد يكون عنده أثارتها من ناحية الاقتصادية كان جوانب أخرى ملاحظات أخرى اللي تقدمنا بها مثلاً كان يعني جفل الميزانية بأنه يعني واحد اللي ريبريك ديال العيار وديال الإطارات المطاطية جافية واحد القادر ديال 300 ألف درهم كان عندنا رأيي ديال أن هذي العملية تنقص منها كان عندنا كذلك رأيي في يعني واحد النقطة أخرى اللي هي نقطة اللي كانت تعلق بالصيانة يعني بالصيانة ديال السيارات وهذا ترفعت بالنظار للدكشي اللي كان في الميزانية السابقة الخمسمائة ألف درهم فاعتبرناها بأن يعني الشرط ديال الصدقية وديال الواقعية غير متوفرة وبأن هذا القدر قدر مبالغ فيه ومخصوش يكون من بعد النقاش وهذا رأتم يعني تجاوب ديال كل مكونات يعني ديال المجلس مع هذي النقطة ويعني رجعت 300 ألف درهم اللي هو القدر اللي كان يعني سابقا كذلك كانت عندنا مقترحات في الجانب اللي كيتعلق يعني بالخزانة البلدية الخزانة البلدية في حاجة يعني التهيئة من الداخل وكذلك في حاجة يعني الألات الموسيقية إلى آخرين وحنا كنا ندرنا يعني بعض التزامات يعني سابقا واحد القدر اللي كان مبرمج ديال 200 ألف درهم كان تم حذفه ولكن عود من بعد النقاش وهذا رجع يعني هذا القدر مرجعش كامل ولكن رجعت 140 ألف درهم على أساس قد تخصص يعني الصيانة ديال التهيئة يعني ديالخزانة البلدية وفي نفس الوقت تخصص يعني الترصد واحد القدر من أجل يعني الشراء آلات الموسيقية للمعهد الموسيقي لنا بالنسبة لنا هذا موضوع يعني مهم وكنا كنا نجيبدوه دائما نوتف تجربة سابقة هالوضعية ديالخزانة البلدية ديالوضع ديالالمعهد الموسيقي هي في حاجة واحد اهتمام كبير في حاجة الهتمام كبير من أجل أن المدينة تستفيد من هذا المرفق. وكانت إمكانيات خرال وممكن تدر شاركات في الدعوة للجنة التي قدمت التقرير حول الميزانية وهذا. طرحات المسألة ومشروع الشاركة مع وزارة التقافة وهذه مسألة إيجابية لأنها ستساعد وتعون من أجل تأهيل الخزانة البلدية ومعهد المساقي يكون في مستوى المطلوب ومستوى الامتدارات المواطنين ومواطنين هذا بالإضافة لنقاط أخرى. من بعد نقاش وهذا. واحد عدد النقاط تم تجاوب معها. شكرا شكرا واحد النقطة اللي فعلا تطرحناها. يعني واحد المقترح اللي يتعلق بالدعم القطاع الصحي على مستوى المدينة للأسف بأن هذا المقترح لم يتم تجاوب معه. وهذا فرض علينا يعني التصويت ضد يعني الماجا في المشروع ديال الميزانية بالنسبة لهذا الباب هذا. علش لأنك نعتبره خصوصا يعني من مسؤولية الجماعة والمؤسسة المنتخبة كاملة عندها قسط ديال المسؤولية يعني في الوضعيات ديال قطاع الصحة. في الوضعية ديال قطاع الصحة المستوى المحلي. وخصو الدعم. أكيد بأن هذا الشكل اللي غدا تدير الجماعة ما غديش يحل المشاكل اللي كان ديال الصحة. ما غديش يحل لنا المشكل ديال ضعف المنظومة الصحية. لأنه دي عندها علاقاء يعني بسياسات عمومية ديال الدولة. وليخصها يعني تشوف القطاع ديال الصحة كقطاع يعني اجتماعي اللي غصوه اهتمام كبير من أجل أننا نقويه. وعندنا تجربة ديال كورونا. بينات يعني الدرس لكل شيء يستخلصه يعني هو الدعف. ولهشاشة ديال المنظومة الصحية. إذا احنا نفروض نستثمر في هذا الجانب ومنفروض نقوم بمسؤوليتنا. ومن غير المقبول اليوم أن الجامعة ما تخصص وحد القدر من أجل دعم القطاع الصحي في حدود الإمكانيات المتوفرة. للأسف لم يتم تجاوب مع يعني هذا المقترح هذا. وهو اللي فرض علينا يعني عدم تسويس بنعم وتسويس ضد ضع يعني الباب اللي واردة فيه هذه النقطة هذه بالضبط. وشكرا. اشتركوا في القناة